مرحبا بك معنا في الصحة اليوم أنا متواجدين معكم نتكلم عن هذا المنتوج الجديد لمخابر إبراهيم عبدي لخص مضاعفات إحدى من المضاعفات مرضى داء السكري وش نقدر نقوله جسما على هذا المنتوج وكذلك على التكفل يعني لمرضى داء السكري ولن نقوله بهذا المرض اللي هو المضاعفات اللي هو اعتلال الشبكية هو أحد المضاعفات المنتشرة كثيرا عند مرضى السكري من نوع الأولى ومن نوع التالي حتى أنه تصنيف تشخيص داء السكري اعتمد على درس الإصابة باعتلال الشبكية ومنه عرف كيفية تشخيص داء السكري ومنه فهذا المنتوج المطور منذ عدة سنوات ولأنه جديد في الجزيرة مد نتائج طيبة حول تطور هذا الاعتلال العصبي الذي يؤدي في مرحل آخرة وللأسف إلى مرضى العمى ومنه في هذا المنتوج الذي سوف يضع مين أيدي الأطباء الجزائي المختصين سواء في داء السكري أو في طب العيون من أجل إيقاف تطور هذا الاعتلال العصبي للشبكية ويكون فيه استقرار على مستوى العين وتفادي المضاعفات التي تؤدي وللأسف إلى مرض العمى في حدود حوالي يعني نسبة عالية ويعتبر السبب الأول للعمى عند الأشخاص التي تقلوا أعمارهم عن خمسين سنة بروفيسور يعني مهما كانت مرحلة المرض يعني استعمال هذا المنتوج رحي ينقص من خطر يعني هذا الداء أو حتى المضاعفات سؤال وجيه سيدتي نعم هذا الدواء حسب يعني السبب الوضع في تحت يعني التصرف الطبيب وهو كل مراحل يعني الاعتلال الشبكية ولكن الفائدة تكون أكبر في المراحل الأولى لماذا التي تسمح بتفادي الوصول إلى المراحل الأخرى المراحل الأخرى علاجها يكون بالتوازي مع هذا الدواء ولكن هناك أيضا مع أخرى مثل لولازار والإزانجيكسون يتوضع على مستوى العين أكيد رح تكون متابعة يعني تعالمرض اللي رحين يعني 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 تستعملوا معهم هذا المنتوج طبيعي عندما يوضع علاج لا يوضع هكذا وعندما يوضع هذا من أجل النتائج اللي هي توقف يعني المرض أو عودته إلى الطبيعة العادية الغير مرضية وهذا يتطلبه متابعة دائمة ومستمرة خصوصية هذا المرض اللي هو اعتلال شبكية أنه ليس له أعراض لذلك يطلب دائما عند بارد السكري على الأقل مرة في السنة القيام بفحص عمق العين الذي يسمى الفوندي مثل اكتشاف هذا المرض وأيضا اكتشاف تطوره عبر الزمن شكرا أستاذ ترجمة نانسي قنقر